البنك المركزي يقرر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمئة نقطة أساسية لتنتقل من 6.75 إلى 7.75 بالمئة المشكلة الكبيرة في تورس أن المعلومة لم يكن هناك جملة تبشي البنكة تسأل يدخلك منه يخرجك منه ويخرجك تبلد أمورتسماء جديد جدي بني مخرد وعملوا نقاج معهم على 640 دينار على 640 دينار على موان إذا بان ولد 6.56 دينار على موان 6 دينار هذه كمو يتكلم ليشارج علينا إذا عنده تأثير علي عنده قرض داكورد ولي عنده بلسمن في سالحو وهذي يسي انكوراجمون للي عنده بلسمن الفلوس اللي قاعدة الدور في الشارع ومحتوطة في المخادد واللي حتى تحتزلي زيه فاستون دو بارليه تحتزلي زيه هذه كتولي تدخل البنكة خدبشيق هو برودي أكثر هو يزيد لك في الزيادات المتعل الأجر والكل شيء ويزيدك في التفيا من غادي معنات هزيد مازيد الدقيق خبراء الاقتصاد يفسرون أسباب الترفيع في نسبة الفائدة التي تعد الثالثة بعد الترفيع فيها في مناسبتين خلال العام الماضي نتيجة لارتفاع نسبة التضخم وتواصل العجز في الميزان التجاري مع تبعات زيادة في أجور القطعين العامة والخاصة على الميزانية في آخر اجتماع دوري لمجلس إدارة البنك المركزي حول آخر تطورات الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي أكد المجلس تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية ترتفع إلى حدود 11.2% من إجمال الناتج المحلي خلال سنة 2018 مقابل 10.2% في سنة 2017 التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج لم تمكن من تغطية تثاقم عجز الميزان التجاري وهما أثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة وعلى مستوى التضخم لحظ المجلس أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 قد ساهمت في التباطئ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جامع في 2019 ليتراجع إلى حدود 7.1% بعد أن بلغ 7.3% في المعدل خلال كامل سنة 2018 من جهة أخرى يرى خبراء الاقتصاد أن الترفيع في نسبة الفائدة له انعكاسات سلبية باعتبار أن تراجع حجم القروض سيتسبب في تراجع الاستثمارات في البلاد وضرب الاستهلاك الذي يعتبر أحد محركات النمو كما له انعكاسات سلبية على مستوى القروض الاستهلاكية للعائلة التونسية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي دعا إلى ضرورة عدم المساس بقروض السكن والبناء والموظفين وأبدى رفض الاتحاد اعتماد ما أسمه سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمزيد الفهم والتعليق معنا يحذر معنا ضيف خبير مختص في الاقتصاد سيواليد بن صالح أهلا وسهلا بك برك الله فيك مرحبا نبدأ بالتوضيح برشة حديث اليوم أكيد تبعت حتى على شبكات التواصل الاجتماعي تيمام وتدي وتو ديركتور فما الفائدة المديرية وفما تود مارشي مونيتير فما مصطلحات غائمة إذا وضحناها قبل ما ننفذ إلى عمق النقاش وعليش ترفيع هذا وفوائده سلبيته هو التو ديركتور هو نسبة الفائدة المديرية اللي حددها البنك المركزي باش على أساسها تقع المعاملات المالية ما بين البنوك على السوق المالي البنوك تسلف بعضات اللي عنده سيولة زيدة يعني يسلف وكيف يتعاملوا مع البنك المركزي وكيف يبدأ عندهم نقص في السهولة وإلا عندهم فائث في السهولة المنطلق هو التو ديركتور هو نسبة الفائدة المديرية اللي تحددها البنك المركزي ثم على الأساس النسبة هذه المعاملات اللي تتم على السوق المالية تخرج أن توميا نسبة معدل نسبة الفائدة اللي هو فيما بعد يقع اعتماده لإسناد مختلف القروض للحرفة دوق هون يجي علاقتها بالمواطن قد تحكيت على البنوك بين بعضهم وفي علاقة بالمواطن في درجة ثانية العلاقة بالمواطن هي بعض البنكة كمش تسند قرض الحريف ولا المواطن ولا المؤسس ثم نسبة فائدة تعتمد نسبة تأمام هي المعدل نسبة فائدة للسوق المالية يعني كريدي تلقاه تأمام بلس دو بورسان ولا تأمام بلس دو بورسان ديما ننطلقه من التأمام والتأمام هو المنطلق الأساسي متاعه هو نسبة الفائدة اللي حددها البنكة والمسألة اختبارية تأخذ خارج نقطة باشي المواطن يفهم الميات نقطة اللي تزادت الآن في الفائدة للمديرية قداش تولي بالنسبة للمواطن مثلا في الانتريس متاعه على القرض هو طو قبل الزيادة قبل الزيادة كانت نسبة الفائدة المديرية التو ديركتور 6.75% والتأمام كان 7.24% زايد شوية زايد 0.5% تقريب مقارناتا بالتو ديركتور بعد الزيادة التو ديركتور بنك سنترال 7.75% والهنا على حسب المعاملات اللي مش تصير على السوق المالية في الأيام المقبلة ما بين البنوك وما بين البنوك والبنك المركزي مش يتحدد التأمام الجديد اللي هو معناتا بحكم نقص سهولة على القطاع نتصوره أنه يوميا مش يكون في ارتفاع مع العلم أنه يعني احنا عندنا اللي نسميه كوريدور معناتا المجال المتاع التو هذي ينجم يوصل حتى المية في المية معناتا التأمام ينجم يوصل حتى لـ 8.75% اللي هي 7.95% مع المية في المية لك هذيك الأقصى حد ينجم يوصله حسب المعاملات اللي تصير ما بين المتعاملين على السوق الزيادة هذي قوم بها البنك المركزي وصارت الزيادات في السنوات الأخيرة هل من جدوى اقتصادية لأنه أكيد البنك المركزي حينما يخدم على خطوة كهذه أكيد عندها فوائد أيضا كما نحكيه قبل ما نحكيه على السلبيات ولا نعيك يا ساد شوف أحنا البنك المركزي هو يعني من أهم وأوكد مسؤولياته أنه يحافظ على استقرار الأسعار مالي يعني هذه المهمة الرئيسية للبنك المركزي في العالم أجمع معنا وموجودة حتى في قانون الأساسي للبنك المركزي ولكن من ناحية الأخرى الآليات الممنوحة للبنك المركزي باش يحافظ على الاستقرار معنا يتحكم في نسبة التضخم هي تقريبا آلية واحدة هي عن طريق ترفيع لنسبة التضخم هذا جراء تقليدي المعلوم ما عندوش آليات أخرى ينجم يتحكم فيها لأنه البنك المركزي مستقل عن الحكومة البنك المركزي ما يجمش ياخذ قرارات أخرى من نوع اقتصادي يعني باش يتحكم في نسبة التضخم الألية الوحيدة اللي نجم استعملها هي نسبة الفيت لكن الخبراء يقولوا العكس الخبراء يقولوا أنه الآن الزيادة في النسبة المديرية سيسبب زيادة التضخم والكيمش لاستطمار هذا موضوع ثاني أنا نقولك مع أنت اليوم البنك المركزي بالنسبة له هو مطالب بالمحافظة على استقرار الأسعار مطالب بالتحكم في التضخم وقت اللي هو شايف أنه نسبة التضخم يعني قاعدة ديما في حدود مرتفعة متاع 7% وأكثر دونك اليوم زيديد حكم في نسبة التضخم هذي باش ما تزيز ترتفع وتمشي نحو الهو بين المركز في المجال هذي هو أنه يرفع في نسبة الفايدة المديرية وهذا هو اللي قام به يعني في البرح بعد الموضوع الثاني اللي تفضلت وشبت تعليسياتك هذي كتداعيات الترفيع في النسبة المديرية شنون تكون تداعيات متاحة ولكن أهم شيء معنا نحب نقوله في الموضوع دي أنه البنك المركزي استعمل آلية اللي نجم استعمالها وما نجم ش استعمل آلية ولكن نحن للأسف الشديد نعرف الناس الكل أنه نسبة التضخم اللي موجودة واللي هي مرتفعة جدا الأسباب الرئيسية متاحة ليست أسباب نقضية باش نصالحوها بالترفيع في الأسباب الرئيسية متاحة أنه عندنا تضخم في البلدان الخارجية اللي عندنا معها معاملات الشركة وعندنا انزلاق حاد في قيمة الدينار اللي هو قاعد يأثر يعني على عجز الميزان التجاري وعلى عجز الميزان الجاري وكذلك يأثر على الأسعار لأنه احنا للأسف شديد بلد نستورده برشا نستورده تقريب كل شيء بخلاف المواد الاستهلاكية راحنا نستورده التاقة ونستورده المواد الأولية ونستورده المواد النصف المصنعة باش نرى الصناعات متاعنا ونستورده لذيكيب ولي بيس دورشانج دونك احنا بلد يعتمد على التوريد بطريقة كبيرة جدا في جميع المجالات والأسف شديد القيمة المضافة متع الاقتصاد متاعنا ومتاع المؤسسات يعني ضعيفة مقارنة باللي يظن نكون فيه دونك الاعتماد هذا على التوريد يخلي مع الزليق الدنار يخلي أن الأسعار ترتفع من ناحية أخرى عدم التحكم في مسارك التوزيع والمضاربة والاحتكار هذا يخلي الأسعار ترتفع نفس الشي الزيادات في الأجور لأن الأجور عام الكلفة كما الطاقة عام الكلفة هذو ما الترفيع فيهم يخلي الأسعار العوامر الرئيسية هذو ما الكل هم عوامر بالأساس اقتصادية وليست مالية هذيك عليش احنا اليوم نقوله يعني هالترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي واللي هو بدأ من مايه 2017 أو بدنا احنا من مايه 2017 تعرف اش كان عننا كان عننا نسبة فائدة مديرية 4.25% وكان عننا نسبة تضخم 4.8% رفعنا ارتفع التضخم وصل حتى 7.8% في جوان 2018 وقابله من ناحية الاخرى ترفيع في نسبة الفائدة المديرية ولكن تضخم ما نخفضش لانه الحل النقدية الحل في السياسة النقدية ما هو هو الحل الاسلم وعلش اعادة الايمان الالية اثث تتفشلها ما ثمش الالية اخرى من البنك المركزي لاني قلت لك البنك المركزي هذه يدخل في صلب مسؤوليات الرئيسية ما هو معدوش الاسؤوليات اخرى معدوش الالية اخرى مع العالم انه حتى على مستوى التعهدات الدولية خاصة مع صندوق النقد الدولي الافمي يعني تقريبا في الروفو اللي صاروا الكل وفي الكمونيكي اللي خرجوا من عند الافمي الكل يأكدوا ديما على العملية هذه انه في صورة ارتفاع نسبة التضخم يصبح من الضروري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية حتى يقع استباق التضخم التراكم في الفترة المقبلة وهذا اللي ساير وحتى في المراسلة اللي بعثتها الحكومة التونسية والبنك المركزي في 28 سبتمبر 2018 المجلس ادارة صندوق النقد الدولي بشعطاونا الترنش اللي فاتت زادة كيف كيف فيها التزام وتصميم من طرف البنك المركزي للقيام بهذه العملية كلما يعني موقعش التحكم كما يلزم في نسبة التضخم وهذا الشيء اللي صيرتاو منذ بضعة اشهر خلينا سيواليد نقرب اكثر بما من مشاغل المواطن استاذ المشاهدين حدثنا عن تداعيات الامر على المواطن ربما حكينا في الدولة والحكومة والبنك المركزي وفي الماكرو كنا اكثر بما حديث الاختصاص خلينا نلتصق اكثر بمشاغل الناس اللي عنده قارض مثلا القروض السكنية وقروض البناء معنية ولا مش معنية فسرنا اكثر في هذا الباب هو جميع القروض معنية كلها معنية كسوى للاشخاص وإلا للمؤسسات وإلا حتى للدولة لأن الدولة اللي زاد اليوم تقترض من السوق المالية ومن عند البنوك ثم يعني استثناء وحيد ثم بعض القروض السكنية اللي هي مدة تسديد متاحة تفوت 15 سنوات هذيك يعني تتعطى بنسبة فايدة قارة قارة تتعطى بنسبة فايدة قارة اللي هنا معناش معناش اشكال لاني خيروك فما بقية القروض جنرال مو عطيب دو تود انتري اندكسي على تيميم كما قلنا قبيلا تلقاه تيميم بلوس الهامش منتاع البنك ترتفع فورثي مو معتها يوليو يعني اقصاد السداد متاع الفوائد مش ترتفع واحنا الهنا الترفيع الاخير هذي صار تقريب مش يعطي ترفيع في اقصاد الفوائد تقريب 15% يعني اللي عنده قصاص على كريدي بمئتين دينار مئة برانسيبال ومئة انتري تولي له مئتين وخمستاش لانه لانه لاشيانس دانتري مش تزيد تقريب في حدود 15% واللي عنده يعني مبلغ ارفع بطبيعة الحال ديما يتبع بعده 400 دينار تولي 432 مثلا دانك لانه التأثير موجود تبقينا باش نجاوبك زادة كيف كيف على القروض السكن بالنسبة للقروض السكن معنية هي اذا كان ما هيش بنسبة فايدة قارة معنية بالزيادة في الفايدة ولكن قانون المالية سنة 2019 في الفصل 75 اعطاء امكانية للبنوك استثناء مش استثناء اعطاء امكانية للبنوك اذا كان تقوم بتخفيض في هامش الربح متاحة على القروض السكنية اللي تعطاها تقبل 2019 فانها لا تسأل على مستوى جيبئي من بات تشجيح على التخصي من باب تشجيع البنوك انهم يعني يخفضوا في هامش الربح متاحة على القروض السكنية بقينا هذه امكانية تعطاها البنوك اليوم ما مش يستعملوا الالية هذية ويطبقوا الامكانية هذية ولا لا هذا كل بنك يعني متروك القرار للبنك على حسب معاملاته وعلى حسب الحرفاء متاعه وانا نتمنى لو كان البنوك الكل يطبقوا العملية هذية حتى عن طريق الاسوسيسيون وبروفيسيون متاحة من تكون بالتنسيق مع العلم اللي هي العملية هذية كانت مش تصير في جويلة اللي فات جويلة 2018 بعد الترفيع الثاني متاع البنك المركز اللي صار في الوقت هذيك ولكن للأسف المسألة الجيبائية خلت عدة بنوك تتراجع العملية هذية اليوم الفصل موجود في قانون المالية سنة 2019 الامكانية موجودة مغير ما يكون عندها تأثير جبائي على نتائج البنوك نتصور أنه البنوك مش يطبقوا العملية هذية على الأقل يخفوا شوية من هالارتفاع هذية متاع مئة نقطة اللي صار مؤخرا في نسبة الفايدة المدرية حبيب ماناش خبراء ولا ننضعي ذلك في الاتصال كان تسمح سمحني يا خاتر احنا حكينا كان على الأشخاص الطبيعين ولكن من ناحية أخرى المؤسسات لأن المؤسسات اليوم عندها ضرر من العملية والمؤسسات ما يش معناها بالفاصل 75 من قانون الملي مش يتزادون لها الفوائد مش يتزادون لها الأعباء المليئة مع العالم أنه بالتزلاق الدينار مش يتزادون لها زادة كيف كيف ليبردو شانج مش يتزادون لها كلفة العوامل للإنتاج تقريبا بجميع أنواحها وقعت المسادقة على زيادات في الأجور مش تتزاد كتلة الأجور لدى المؤسسات بيانتو مش تقع المسادقة على القانون الجديد متع صندق الاجتماعية اللي هو فيه زيادة للإجتماعية على المؤسسات وزادة كيف كيف يعني كينشوفوا تقريبا تولي بوست مع تدوليتاد وريزولتا متع متع أي أنتروبيز كلهم فيهم ارتفاع يعني بالطريقة هذية اليوم المؤسسات المردودية متاحة مع تتنجم تتأثر بطريقة كبيرة جدا اللي هو بعد ثم جزء من هالارتفاعات هذوما من هالزيادات هذوما فورسيما يلون يزيدوا في الأسعار وذلك عليش قبيل قلنا التدعيات أنه ثم العملية هذه هي بيطة تولي تساهم في التضخم بطبيعة الحال مع تتولي هو الهدف أنك تنقص في الاستهلاك بيش تتحكم في التضخم الهدف أنه نقصه في الاستهلاك ولكن نشوف ونحن نشوف التركيبة القروض الموجودة في تونس على حسب الاستاتيستيك البونك سنترال آخر 2017 عنا تقريب 81 ألف مليار قروض ممنوح على المستوى الوطني منهم 22 ألف مليار قروض ممنوحة إلى الأشخاص الطبيعيين وفي وسط 22 ألف مليار ثم 10 ألف مليار قروض سكن القروض الاستهلاكية 12 ألف مليار 12 ألف مليار في 2018 وقت اللي تم الترفيع مرتين في نسبة الفايدة لفوليوسيون منتع القروض الاستهلاكية نقص نقص بدأ التعدي في نتيجة ولكن النتيجة رأي ما تنجم تكون أينية ما تنجم تكون كان أموين تيرم ولكن من ناحية أخرى كيمة قطلك بالنسبة للمؤسسات الإشكالية تطرحوا إشكالية كبيرة جدا ونجم يقول هذي عامل يغذي التضخم من مشيرة الأخرى لأن المؤسسات لا ترفيع في الأسعار المتاع بش نجم تجابها الزيدات هذو مالكل ويجيوا فرض وقت معنا نفس الشيء بالنسبة للدولة لأن الدولة مقترض كبير على السوق المالية والمؤسسات العمومية تقترض من البنوك والدواوين إلى غير ذلك زاد كيف كيف هذا مش يكون عنده تأثير كبير جدا على الوضعية المالية اللي هي دجام من الدورة بالنسبة للدولة وكذلك على خدمة الدين العمومي بالنسبة للدولة لأنه حتى غدوة الدولة مش تتخرج يعني البندو تريزورا سيميلاب اللي بتاع مش تتسلف من عند البنوك مش يكون لتو أرفع لأنه نسبة الفايدة المديرية ارتفعت آخر مرة الدولة تسلفت على عشرة سنين نسبة الفايدة تسعة ونصف في الميان تسعة ونصف في الميان على عشرة سنين دانك اليوم الفوصة تنظر أن النسبة هذه مش تزيد ترتفع وكيقول النسبة هذه تزيد ترتفع مع خدمة الدين العمومي تزيد ترتفع معناته يعني ميزانية الدولة ولا عجز الميزانية ينجم كيف يزيد يرتفع والحصول على التمويلات يعني يولي أصعب من نقبل زادية ثم قطاعات اللي هي مرتبطة ياسر بالتمويلات البنكية نذكر على سبيل مثال مثلا قطاع الليزينك مش يتأثر الليزينك اللي هما معانتها يمولوا في الاستثمار الليزينك ما ينجم يمول كان الاستثمار ومشير الأخرى ما عندوش الحق يخول يعني الوداع يخول الدبو من عد الحرافة الليزينك اليوم يمول الاكتيفيتين خاصة عن طريق القروض الريقعية ومشير الأخرى عندو ليميت في نسبة الفايدة القصوى دونك اليوم كيترتفع له كلفة المالية للقروض هو بدو بعد كيمش جي يعطي يعني التمويلات الجديدة مش تكون بنسب أرفع وهو عندو سقف محدد دونك مش تكله مالمرش بطبيعة الحال وكلفة الاستثمار هي بطبيعتها مش تزيد لأن احنا المؤسسات متاعنا عندنا فيها مشكيلي كبير جدا يتمثل في ضعف الرسمة يعني الغلبية تليزينتروبيز متاعنا سوك كابيتاليزي معنا الاموالة الذاتية متاعها ضعيفة هذيك عليش في الاستثمارات متاحة يعني تلتجأ أكثر شي للقروض البنكية وحتى على مستوى تمويل الاستغلال الإكسploitation يلتشأوا أكثر شي للقروض البنكية كالصواء فنانسمن دوستوك ولا فنانسمن ديفيز ولا فنانسمن فاندر والمو إلا غير ذلك والديكوفير بانكير بنسير دونك هذي الكل ريمينيري عن انتري معنا عليه نسب فايدة ترتفع نسبة الفايدة دونك تكبر الكلفة مع العلم أنه بالنسبة للاستثمار أغرابية استثمارات يجيونا مواردين ناخذ معنا الفيسيزو الكلفة ترتفع بالنزلاق بتاع الدنار وبعد زي ترتفع بكلفة الفوائد دونك هنا يولي يشكل عدة عراقيل على مستوى تطور الاستثمار نشكرك برش على كل هذه الإضاحات والإضاءات سي وليد بن سالح المختص في الاقتصاد شكرا على خبير محاسب خبير محاسب بالأساس نعتبروك خبير في الاقتصاد كل واحد عنده اختصاد خبير محاسب نحترم من الاقتصاد طبعا أما بسطنا برش المعطيات لأنه هذا نقاش الرأي العام في تونس اليوم موضوع أزيادة في نسب الفايدة تمام والإجراء الإخذاء يجب التوجه إلى المرور الاقتصادية سامحني قصية تعليق يجب التوجه إلى الأسباب الحقيقية الرئيسية لمكافحة السياسي متاع استقلال البنك المركزي راو الانفلاسي يجب التوجه الانفلاسي للإيقنامي لإيقنامي لذلك نجب التضخم ولكن لكي نكافحة التضخم يجبنا نتوجه رأسا إلى الأسباب الحقيقية للتضخم ونعالجوها في أقرب وقت نقول التوريد نقول عز الميزان التجاري نقول مسالك التوزيع نقول الاحتكار والمضاربة نقول المحافظة على قيمة الدينار اليوم ما فماش إجراءات عملية قادة تصير باش نحافظوا على قيمة الدينار اللي هو اليوم قاعد يعملنا في الانفلاسيون وهذاك أكبر عامل اليوم قاعد يأخر في العملية تذخم المصور نذكروك مرة أخرى مركا موليد على كل هذه الإيضاحات الوقت يضغط وعنا موضوع ثالث